موسيقى تحية لكم مشاهدين الكرام في حلقة الليلة سنصلت الضوء على أبعاد تصريحات قائد الحجد الشعبي في العراق وتأكيدهم بأنهم وصلوا حدود سوريا وسيستمرون للرياض وسيقابلون الحوثيون في جنوب المملكة سنربط ذلك مشاهدين بتقرير غربي تحدث عن قتل حزب الله في اليمن وعن استراتيجية إيران لتطبيق شبه الجزيرة العربية وكذلك عن تصريحات صالح بالأمس ومغازلته لإيران وكذلك دفاعه عن حزب الله كل هذه المحاور سنناقشها في هذه الليلة من برنامج نصف ساعة السياسة لكن في البداية مشاهدين نذهب لمتابعة هذا التقرير ونعود تداول نشطاء على موقع تويتر فيديو للقائد في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس يؤكد فيه وصول القوات الشيعية المدعومة من إيران للحدود السورية وأنها ستواصل التقدم ربما حتى الرياض وجدة بالتعاون مع جماعة الحوثيين في اليمن أيا تكون هذه التصريحات إلا أنه لم يعد سرا استخباراتيا أن طهران تخطط عبر استراتيجية الإخلال بالأمن لتطويق شبه الجزيرة العربية عبر دعم الميليشيات الموالية لها بالسلاح والهدف أن تحل محل الأنظمة السنية في البنطقة والتدخل في اليمن إدانة غائرة التفاصيل فقد كشف تقرير غربي على موقع وارن ان ذي روكس عن مقتل ما لا يقل عن 44 عنصرا من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني في جبهة القتال باليمن خلال العامين الماضيين وأشار التقرير إلى أن تطورات الحرب في اليمن والهزائم المتلاحقة التي تحصدها ميليشيات الحوثي أربكت حسابات إيران واضطرتها إلى رفع مستوى تدخلها المباشر وتقديم قتلى من خبرائها ومن عناصر حزب الله اللبناني التابع لها إلا أن طهران لا تفتأ تنكر أي تواجد لها في اليمن وكأن كل هذا العتاد والتمويل الذي كشف عن نفسه للعيان أمطرت به السماء صالح والآخر الحليف القوي للحوثيين الذي مدهم بالسلاح وصواريخ طويلة المدع من مخزوناته الاستراتيجية حد وصفه ظهر في مقابلة تلفزيونية ليلة أمس مؤكداً وقوفه مع حزب الله ومستنكراً إدراجه ضمن لائحة الإرهاب واعتبر أن إيران تحارب الإرهاب في كل من العراق وسوريا بدأ وكأنه أداة يتم استخدامها في مخطط استهداف واضح لأمن الخليج والمنطقة محاولاً تبرئة موقفه من التعاون مع إيران عبر دعم ميليشياتها في اليمن مستنكراً بنفس الوقت أهداف قمة الرياض التي وضعت إيران دولة راعية للإرهاب في المنطقة حول هذا الموضوع ينضم معنا مباشرة من تعز عبر دي تي إيل السيد عبد العالم بالجيش المحلل السياسي نروح بك أستاذ عبد العالم أهلاً بداية سيد عبد العالم كيف تقرأ بعد هذا التصريح الذي صرح به قائد الحشد الشعبي هذا التصريح الذي يتضمن تهديدات للمملكة العربية السعودية يعكس قلق إيران ومخاوفها أكثر مما يعبر عن قوى ظاهرة أو عن قوى قاهرة تملكها إيران عبر أدواتها في العراق وفي المنطقة يبدو أن القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت في الرياض أثارت هلع إيران لأنها تعتبر نقطة تحول فيما يتعلق بإسقاط سياسة كانت غارية منذ أيام الخميني وتغييرها بسياسة جديدة تقوم على التعاون مع دول المحور السني بدلا من السعي لإسقاطها وفقا للمخطط القديم الذي تبنته الإدارة السابقة الإدارة الأمريكية إدارة أوباما لكن الأخطر من هذا بالنسبة لإيران هو مؤشرات بناء مركز سني عسكري وسياسي تقودهم الرياض يتزامن مع زيادة وعي وإدراك المجتمع الدولي لخطورة اللعبة التي أوقعتهم فيها إيران وظللتهم طوال السنوات الماضية على أساس استخدامها وكيلا في المنطقة لإسقاط دول العالم السنين باعتبارها التهديد الإسلامي في حين يتضح للعالم كل يوم أن الإرهاب مصدره إيران وأن إيران يمكن أن تخرج عن السيطرة في حال الاستمرار بالسماح لها بالتوسع وابتلاع المنطقة التهديدات التي جاءت في هذا الفيديو هي عبارة عن ضوضاء تعكس قلق إيران أكثر مما تظهر قوتها أضف أنها أتت بعد تصريحة مماثلة لقائد كتائب الشيعية في العراق تحدث عن نفس الأمر والملاحظ أن جميعهم موقعون من مسألة القمة في هذا الفيديو هو يقول أنهم سيصلون إلى مكان عقاد القمة وقائد الكتائب الشيعية أيضا قبله بأسابيع قال أن كتائب الحسين هي التي ستنتصر على هذه القمة إذن هناك قلق إيراني من يقضى عربية إسلامية سنية لمواقهة المخطط الإيراني الذي انكشف والمعرض للسقوط بشكل كبير نعم أنت تحدثت أن تقرأ ذلك أنه ربما هو توتر وهلع ولكن هناك من يقول أنه من موقع قوة هم يتحدثون ذلك من خلال أنهم يعززوا وجودهم حتى في سوريا فهم من موقع قوة ويهددوا وهم يعني يتمددوا على الأرض سيد عبد العالم نعم لكن في المقابل هناك تحركات لبناء جيش عربي إسلامي هناك تحركات لصناعات عسكرية بدأت في المملكة العربية السعودية هناك زيادة تأييد دولي باتجاه ترك المخطط القديم الذي تم مع إيران خلال السنوات الماضية على أساس إسقاط الدول السنية باتجاه تطويق إيران وتطويق شر إيران الأمر الأكثر قلقا لإيران هو البناء القاري لجيش إسلامي عربي في المملكة العربية السعودية وأيضا الصناعات العسكرية القارية حاليا وكذلك الصفقات العسكرية فيما يتعلق بالسلاح لأن استراتيجية إيران ولعبتها القديمة كانت قائمة على تقييد بيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية هذا هو المتغير في المشهد الراهن أضف إلى أن مواقهة هذه الميليشيات سواء داخل في المنطقة أي مواقهة حقيقية سرعا ما تتراجع هذه الميليشيات واليمن نموذجا اليمن نموذجا لهذا الأمر هناك انتصارة كبيرة لقوات الشرعية المدعومة من التحالف العربي نعم لم تحدثنا سيد عبد العالم عن تصريحات صالح بالأمس هو صرح بدعم الحوثيين بالمقاتل والمتطوعين العسكريين هذه التصريحات سيد عبد العالم ربما أتت بعد تصاعد الخلاف والهوى بين الإنقلابيين هناك في صنعاء باعتقادك لمن أراد توجيه هذه الرسالة وهل تكفي لردم الهوى بين صالح والحوثيين يبدو أن مسألة الخلافات العميقة بين شركاء الإنقلاب في صنعاء هي مسألة طبيعية لكنها إلى الآن لم تخرج عن السيطرة بشكل كبير إنما لا يمكن لطرفين بصفات هذان الحليفان أو الطرفان لا يمكن لأحدهما القبول بالآخر شريكا بمعنى الشراكة الحقيقية في تحالفهم الإنقلابي الحوثيين مدعومين من إيران التي تتلاعب بالمنطقة بشكل كبير وتعتبر نفسها هي القوة الإقليمية يرون أن الولاية لهم على المحافظات تحت سيطرتهم أنهم الأحق بها استنادا إلى أنهم الذراء المباشرة لإيران على الرغم من أن القوة الكبيرة هي قوة الطرف الآخر قوة شريكهم صالح لكن بالنسبة لهذه التصريحات هي تحصل بكل أربع ساعات تتغير تصريحات صالح يقول تصريحات ثم يقول تصريحات بالاتجاه المناقض وأعتقد أنها تصب في إطار التكتيكات صالح المعهودة لكن هناك أمر ما يقري في الخفاء هناك أمر ما يقري في الخفاء وربما تغيير تحالفات كما تحدث ربما التناقض أيضا وربما لديه تصريحات متناقضة يعني هو أيضا تطرق أمس بأسهب بعلاقته وارتبطه بالمشروع الإيراني وأيضا بنفس الوقت حمل مسؤولية إخفاقات السلطة في صنعاء للحوثيين كيف ترى ذلك؟ هل هو محاولة تنصل من الأشياء الحاصلة الآن وإخفاقات السلطة في صنعاء؟ أم أنها محاولة ربما لاستجداء إيران؟ هي محاولة لخلق فتنة ولتأقيق فتنة بناء على الفتنة القارية بين الدول الخليجية وهي فتنة توقع أن قيادات الدول الخليج ستسيطر عليها الفتنة صنعاء القديدة خلال أمس ستتلاشى أيضا هي فتنة ومحاولة للدقل والتحريض على أطراف معينة أطراف هي موجودة في الميدان داخل اليمن وتعتبر شريكا للتحالف العربي لأن المعركة في اليمن وفي المنطقة معركة وجودية فلا مقال لقوى الشرعية ولقوى التحالف العربي مهما كانت التباينات فيما بين هذه الأطراف لا مقال أمامها إلا أن تتفق وتتحد العامل الذي سيوحد هذه الأطراف مهما وصلت التباينات سيوحدهم التهديد الإيراني الوجودي والتهديد الذي تمثله الميليشيات والأذرع الإيرانية وهي أذرع يسهل القضاء عليها واليمن نموذجا لو لا التدخل الأممي وتدخل بعض الدول ذات النفوذ لا أمكن في مراحل مختلفة القضاء قضاء تاما على ميليشيات الحوثين وقبه التعز نموذجا هناك نصر تمين لليمن والتحالف العربي نصر ينزل ضربة قاضية بالمشروع الإيراني بالمنطقة انطلاقا من تعز كل ما ينقص انتصارات القبهة الشرقية ومعركة الحوبانية التاريخية التي تحدث عنها الآباء والأجداد والتي قالوا أنها ستكون نهاية للمشروع الفارسي في اليمن والمنطقة من قبل عشرات السنين كل ما ينقصها هو غطاء قوي إذا توفر غطاء قوي مثل الغطاء الذي يتوفر في نهم أو في صرواح أو في ميدي وحرض أو في القبهات الساحل إذا توفر هذا الغطاء ستتحقق انتصارات شرق تعز وتتحرر المدينة في أيام وإذا تحررت تعز فمن المؤكد أن ضربة قاضية ستلحق بالمشروع الإيراني في المنطقة يتركز المشروع الإيراني القائم على تهديد المنطقة في تعز محافظة باب المندب يملك التحالف العربي إمكانيات كبيرة لتحقيق انتصارات سواء في اليمن أو في دول أخرى وما يقوم به عمل عظيم على الرغم من أن ما تبدله السعودية والدول الخليق والدول العربية والدول الإسلامية إلى اليوم لم تبدل أكثر من 10% فيما إيران وأدواتها استنفدوا 90% مما يمكنهم فعله بينما العالم العربي والإسلامي لم يقوم حتى الآن بأكثر من 10% مما يمكنهم فعله لمواقهة ودحر المشروع الإيراني لذلك مخاوة إيران كبيرة وهذه الضوضاء التي تفتعلها مهددة لأن العالم بدأ يستيقظ الولايات المتحدة تغير سياستها قذريا بمجيء قيادة قديدة من خارج الربطيات المعهودة داخل الولايات كان المطلوب أن تستمر المشروع الإيراني على أساس صعود هيلاري كلينتون لإتمام ابتلاع المنطقة لصالح إيران ولاحقا كانت إيران لتهدد العالم كله بما فيه روسيا وبما فيه العالم كله اليوم أمريكا تتحدث عن أن لا يمكن السكوت عن التصرفات وأفعال الحرس الثوري الإيراني وربما نراه قريبا على لائحة المنظمات الإرهابية وربما تتطور الأمور لأن العالم لن يعرف سلاما وهذا النظام الإيراني موجود على الإطلاع لا مقال للبشرية إلا أن تصل إلى مرحلة مواقهة نعم كما تحدثنا ربما هناك تمدد وهناك أيضا تسعيد من قبل ربما أذرع إيران في المنطقة هناك من الشمال وأيضا من جنوب المملكة عن طريق طبعا حوثيين في اليمن طيب إذا كل هذا سيد عبد العالم ما المطلوب في الخليج إزاء كل هذا في اليمن أنت تحدثت ربما في كلامك أنه مزيد ربما يدعم المقاومة أنه كيف يحرر المناطق وتحدث عن انتصارات ما المطلوب؟ هل يكفي ذلك؟ المطلوب تحديدا هو إسناد الجبهات حيث تتحقق انتصارات بوقت أسرع وبقهد أقل وهي انتصارات تدون طويلا المطلوب أن تصدق كل الأطراف خاصة مع تعز لأن تعز بإجماع كثير من المحللين بما فيهم رئيس دائرة توجه المعنى في الجيش الذي تحدث أمس في تصريحات وقال للعربية الحدث وقال أن انتصار تعز يعني انتصار اليمن والتحالف العربي وأن تحتق تعز غطاء قوي كثيف هذا الغطاء سيوفر نصر ثمين لتعز واليمن والتحالف العربي هذا الانتصار في تعز سيبنى عليه بداية تلاشي وسقوط المشروع الإيراني في المنطقة كلها عبر التاريخ لم تكن العراق مصدر قلق عندما أراد عمر مواجهة التهديد الإيراني عمر بن الخطاب بنى قيشا قوامه أربعة ألف ثلاثة ألف منه يمنيين المطلوب اليوم هو يعني تحدثت عن تعز وتحدثت عن المعركة هناك سيد عبدالعالم يعني فقط في هذه النقطة يعني ما أهمية معركة تعز بالنسبة للخليج أهمية معركة تعز أنها محافظة باب المندب طوال السنوات الماضية كانت إيران وميليشياتها في لبنان تقول أنه بدلا من الصراع بعيدا يجب الذهاب مباشرة إلى الهدف وهو باب المندب لتهديد العالم وقبل عامين قال مرشد الثورة في إيران علي خامن إنك توعد أوروبا والعالم أنه الذين يحاصرون يفرضون عقوبات اقتصادية على إيران توعدهم أن إيران في القريب هي التي ستفرض عقوبات على أوروبا وكانت إشارة واضحة إلى أن إيران تسعى للهيمنة والسيطرة على باب المندب وللتحكم بالتجارة من المضيقين مضيق هرمز التي تطلع عليه إيران ومضيق باب المندب التي تسعى للهيمنة عليه عبر أدواتها وأذرعها أيضا نلاحظ أن القذيفة التي أطلقت قبل يومين واستهدفت ناقلة في باب المندب سبقها بيوم خبر وصول بارقة إيرانية إلى خليق عدن وهي أمور مترابطة لكن مهما حاولت إيران أن تظهر أنها قوة ليست هي قوة بقدر ما تظهر هذا الهيلمان لإيران وأدواتها وعبثها هو العكاس فقط لعدم التحرك العربي والإسلامي كما ينبغي لكن هناك تحركات قارية أضف إلى أن إيران مدفوعة بمخاوف كبيرة مخاوف تتبنىها من كتب قديمة تعتمد عليها وسعت لتحريفها وهي تتنبأ بنهاية شر إيران وتحاول إيران أن تتقاوز هذه اللذاء إلى درجة أن المرشد العام في إخبار وكالة الأنباء الإيرانية وغيره بدأوا يعدون لما يسمونه المهدي الإيراني زاره 13 مرة وأيضا قائد الحرس التوري قام بزيارته هذه التصرفات وهذه المسرحيات الإيرانية تعكس هلع إيراني من نهاية منصوص عليها حتى في الكتب القديمة تعني فقط أعود لحديثك عن أهمية معركة تعز بالنسبة للخريج تحدثت أنه فيها باب المندب وطبعا ملاحة دولية وتهدي طب إلى اليوم ما سبب إلى ماذا تعزوا بطء ربما إمداد تعز وتأخير حسم المعركة هناك هل هناك تحديات معينة تواجهة التحالف هناك أم ماذا هناك حالة من الاستماع للوشايات هناك حالة لدى الأطراف جميعا لا تقدر الخطر الوجود الإيراني الذي يستهدف شعوب دول المنطقة كلها بما فيها مصر بما فيها كل الدول هذا الخطر يقتضي أن يترك الجميع ذاتيتهم جانبا وأن يعمل الجميع على تحركات عاجلة وعلى إسناد الجبهات حيث يمكن تحقيق ناصر سريع ومن أهم هذه الجبهات تعز الجبهة الشرقية وغرب تعز إذا تحررت تعز الجميع يقولون أنها ستمثل متغيرا كبيرا في مسار اللعبة في المنطقة كلها نعم وأيضا نحن نلاحظ إذا توفر فقط مجرد غطاء في الجبهة الشرقية ستتحرر الحوان نعم ونحن نتحدث لماذا إلى الآن لم يتم توفر هذا الغطاء وهم عارفين ربما به هذه التهديدات وهذه المخاطر التي تنتظر المنطقة برمتها هناك تقرير سيد عبد العالم يتحدث ربما عن يعني أربع واربعين عنصر من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله يعني قتلوا في جبهة القتال في اليمن يعني كيف دخل هؤلاء إلى اليمن سيد عبد العالم هناك منافذ كثيرة يمكن التسلل عبرها لا تزال الحديدة وسحلها العريض بقبضة الميليشيات الإنقلابية لا تزال اليمن سواحلها تمتد لأكثر من 1500 كيلو وهو أمر يقتضي بناء قوة بحرية يمنية كبيرة وتحديدا من المحافظات الساحلية تعز والحديدة وعدن وأبيان وشبوة وبناء قوة وأيضا إيقاد مراكز مؤسسية لهذه القوات ومعسكرات وإدارة ميدانية الأمر كيف وصل هؤلاء يعني سيد عبد العالم دائما نسمع من بداية الحرب أن هناك ربما تدخلات نعم هناك فقط يعني يقتصر دور حزب الله أو حتى الإيرانيين على مسألة التدريب فقط ولكن هناك توغل لقيادات من حزب الله وأيضا الحاسد الثوري الإيراني في اليمن يعني كيف تقرأ ذلك؟ بالنظر إذا رقعنا طبيعة المعارك في كثير من القبهات سنلاحظ ببساطة أن المقاتل اليمني يساوي مئة مقاتل من الميليشيات الشيعية سواء في العراق أو في لبنان بسالة المقاتل اليمني لا خلاف حولها كل ما ينقص هو إدارة أو بناء غرف عمليات تخطط وتهندس لهذه المعارك هذا هو كل ما ينقص القوات اليمنية فيما يتعلق لا قلق من وجود خبراء من حزب الله أو وجود خبراء من إيران لا قلق على الإطلاق اليمن معروف أنه بيئة صعبة ولا يمكن لدول كبيرة أن تتورد في الدخول فيها دول كبيرة حتى كروسيا لا يمكن أن تفكر بمثل هذا الخيار ناحيك عن ميليشيا كحزب حسن مصر في لبنان أو غيرها هذا لا يمثل قلقا على الإطلاق الأمر الأهم من هذا هو أن لدى التحالف فرصة لتحقيق انتصار فارق في تعز وعليه أن يقتنس هذه الفرصة ويحققها نعم أنت تحدث أن لا قلق أن وجود ربما خبراء وأيضا مقاتلين من الحرس الثور الإيراني وحتى من حزب الله ولكن هذا يعتبر ربما اختراق يعني إيراني في اليمن هل المنظومة ربما الاستراتيجية بالنسبة للتحالف في اليمن ضعيفة تحتاج إلى تطوير سيد عبد العالم هناك خط يبدو ساخن ما بين مسقط وصنع تحت لافتة الأمم المتحدة والتحركات الدبلوماسية وفي إطار طيران سلطنة عمان التي تميل بشكل كبير لصالح المشروع الإيراني يمكن تسريب كل شيء لكن مع ذلك أرى أنه لا يمثل خطرا بشكل هائل إنما هو يمثل انتهاكا إنما هو يمثل انتهاكا للسيادة اليمنية كما أنه يقتضي في فترة قادمة تعاملا بالمثل من قبل اليمن عندما يصبح اليمن قيش قوين سيكون من حق اليمن أن يعامل هذه الدول بالمثل سواء العراق أو لبنان نعم أنا سألتك ربما سيد عبد العالم لربما هذا الاختراق للحديث ربما على الاستراتيجية التي تقوم بها التحالف هل بعتقدك مرضية هل تحتاج إلى تطوير أم ماذا كيف ترى بعد عامين وأكثر من عامين على الحرب أو على عملية إعادة الحزم عفوا إعادة الحزم بنت جيش من الصفر خلال عامين وبدأ هذا الجيش يتقدم وهذا الجيش يحقق انتصارات بأبسط الإمكانيات خاصة في تعز وهذا الجيش بحاجة لإدارة كل ما ينقصه هو إدارة وغرف عمليات الأمر الآخر هو الجيش أيضا واقه ميليشيا وجيش بنية لصالح إيران طوال أربعين أو خمسين سنة وجيش يعمل على مشروع لابتلاع اليمن وابتلاع المنطقة منذ طوال هذه الأربعة العقود إذا وضعنا المشهدين أمام بعض سنلتقى سيد عبد العالم يبدو أننا فقدنا الاتصال بسيد عبد العالم من تعز لأدي هل توفر لدينا السيد أنور عشقي؟ نعم إذن مشاهدين الكرام بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من نصف ساعة سياسة سألقاكم على خير في يمان الله اشتركوا في القناة